تسع سنوات مرات على نلاع ثورة الشعب السوري ضد واحد من أكثر الأنظمة وحشية في التاريخ الحديث نساء ورجال خرجوا جنبا إلى جنب للهتاف والمطالبة بإسقاط النظام ليحول الأخير بعدها الحراك السلمي إلى حرب دموية قتلت وهجرت الملايين لكن السنوات الماضية رغم مأساويتها أثبتت أنه لا يوجد صعب على المرأة السورية والتي بدأ كفاحها من خلال مشاركتها بالمظاهرات ومن ثم حماية المتظاهرين وإسعافهم نهيك عن أدوار أخرى لعبتها في الثورة نستعرضها في هذا التقرير كسرت جميع الحواجز وقفت صامدة في وجه أصعب الظروف وأكثرها تعقيداً هي المرأة السورية التي لعبت أدواراً بارزة وفعالة منذ اليوم الأول لانطلاق الثورة السورية ما ساهم في تشكيل الوعي الاجتماعي والسياسي للسوريين أول هذه الأدوار كان حقوقياً برزت ملامحه في مقاومة النساء السوريات داخل سوريا وخارجها لانتزاع حقوقهم والفرص التي تتيح لهن المشاركة الكاملة والفعالة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي لا تحول دون مشاركتهم في بناء المجتمع السوري الدور الثاني الذي لعبته المرأة السورية في سنوات الثورة التسع كان ميدانياً حيث ظهرت في الصفوف الأمامية لنقل الشهداء وإسعاف الجرحة برصاص النظام وانضمت فيما بعد إلى صفوف الدفاع المدني لإنقاذ أرواح كان ذنبها الوحيد أنها تجرأت على الخروج في وجه آلة القتل وكذلك خرجت إلى العلن قدراتها على القيام بتغطيات للمعارك والأحداث الدموية ونقل وتوثيق المشاهد المأساوية للناس داخل مناطق المحاصرة والمدمرة بعد أن تعرضت لكل أنواع القصف من قبل النظام وحلفائه ليبرز بذلك دورها الإعلامي الفاعل داخل سوريا أما سوء الأوضاع المعيشية في سوريا وفي دول اللجوء فقد جعلان نساء سوريات كثيرات ينخرطن في سوق العمل ويبتكرنا مشاريع اقتصادية فردية ووسائل عيش جديدة لم يعتاد عليها قبل الثورة لإعالة أسرهن وتأمين حياة كريمة لها الأمر الذي ساعد في تطوير وتعزيز دورها في عملية التنمية الاقتصادية تحديات كثيرة لا تقتصر على الصمود في وجه القصف والتهجير وتداعياتهما لا تزال على المرأة السورية مواجهتها لتحقيق هدفها بالمساواة والعدالة عبر دحر التمييز والاضطهاد بشتى صوره والذين لا تزال تعيشهما بذريعة العادات والتقاليد الموروثة في معظم الأحيان مشاهدين شاركونا بسؤال حلقة اليوم في ذكرها التاسعة ما الدور الذي لعبته المرأة خلال سنوات الثورة؟ هذا السؤال موجود على صفحة تلفزيون سوريا على الفيسبوك وأيضا على اليوتيوب أنا بدوري ادرحب بضيوفنا حيش شاركونا بالنقاشنا ليلي اليوم معنا في الستوديو الصحفية ولا عوات أهلا وسهلا فيك ولا أهلا وسهلا فيك وعبر الاسكايب العضو المؤسس في الحركة السياسية النسوية السورية لينا وفائي وأيضا معنا الناشطة والصحفية حالين السيد أهلا وسهلا في صندوق مستخير أهلا وسهلا فيكم جميعا رح أبدأ من عندك ولا يعني المرأة السورية خلال تسع سنوات من الثورة لعبت كثير أدوار حقيقية يعني وأساسية بهذه الثورة اليوم شو هي الصعوبات اللي واجهت هدول النساء؟ هلا بالبداية الصعوبات اللي واجهت كل السوريين ومن ضمن النساء ببداية الثورة كانت القبضة الأمنية للنظام ولكن أنا شخصيا بما أنه بذكرى الثورة فالواحد بيستحضر كثير حالات مرأة فيها بشكل شخصي أولا أول مظاهرة لإلي كانت بمدينة دومة مع نساء دومة المدينة اللي هي تعتبر أنها محافظة وأنه المرأة فيها والصفوف الخلفية ولكن أنا ظهرت بالنساء دومة اللي كان عندهم أولى التنسيقيات اللي كانوا قادرات على مواجهة الأمن بطريقة مرعبة كانت لأنه كان فيه رصاص حي موجه ضد المتظاهرين وكان النساء هن اللي يحموا الشباب هاي أول فينا نقول صعوبة بعدين قدرت تكون عم تسعف قدرت تكون عم تشتغل بالإغاثة الأمن ما كان يشك فينا كتير فنقدر نحن نشتغل كنساء سوريات نقدر نفوت أغذية نقدر نفوت أدوات طبية من دون ما نعرضوا الشاب اللي هو أصلاً رحي كتير يواجه صعوبات أكتر من المرأة بسوريا بس بعدين بالمرحلة اللي بعدها لما صار في حراك مسلح خلينا نسميه في بعض الفصائل اللي كان إلى توجه مختلف عن توجه ثورتنا اللي نحن طلعنا كرمالة كمان كانت عائق بالنسبة لألنا لأنه أنا ماني مضطرة أطلع ضد نظام لأاخد حريتي وينفرض علي شكل آخر من النظام اللي هنم بالدنيا شو ما كان توجهه فشوي كان عنا صعوبات بهذا الشي وطبعاً المرأة بأول مرة كانت عم تناضل ضد نظام الأسد وبعدها استمرت بنضالها ضد أي حدا مما كان يكون عم يحاول أنه يحجمها يحد من حريتها أو يفرض عليها أو يملي ما يجب أن تفعل فصعوبات اليوم نحن نازحات فعندنا صعوبات اليوم نحن لاجئات فعندنا صعوبات اليوم نحن أمهات عندنا صعوبات زوجات معتقلين كل النساء اليوم شايلة هموم مهم واحد بس ببداية الثورة لليوم رغم هاي الصعوبات هي موجودة وقادرة أنه تعطي وعم نشوف يعني هذا الشي على عرض الواقع للأسف نساء كثير إذا ما عندهم ابن معتقل عندهم ابن مفقود إذا ما ابن مفقود ابن مسافر وهي نفسها تلاقيها عم تساعد الناس صحيح يعني هي نفسها مستسلمة لهذا الجرح وأنا بعرف كثير أمهات شهداء أو معتقلين أو مفقودين لسه المختفيين قصريا أمه كيف بتنام أو زوجته أو إخته أو إلى آخره ما المرأة طلعت من دور الضحية واليوم هي فعالة هي قادرة على المشاركة بصنع مستقبلة نشاطات كثير عملوا خلينا ننتقل لأستاذ حنين مساء الخير عن جديد ما هي أبرز أحداث السورة التي كان المرأة دور بارس فيها يعني حكينا كثير عن نشاطات فعاليات نظمتها النساء على صعيد مختلف في كل المحافظات السورية إذا ممكن تذكرين بعضها مساء الخير للجميع بداية من أهم النشاطات التي قامت فيها النساء على مدار السورة طبعا مشاركتها بالمظاهرات السلمية وهذا الشيء بدأ من بداية وجود المظاهرات في سوريا وبعدين تدرج مع تدرج الوضع والحال ومتطلبات اللي كانت بتفرض على النساء المشاركة مثلا اليوم أنا زوجة معتقل أو زوجة شهيد فأنا اليوم أكيد هذا الشيء بيوجب علي أني اطلع اشتغل بيوجب علي أني ثور ضد هذا النظام بيتطلب مني طالب بحق أولاده فالوضع فرض على النساء كثير أمور وكانت قد هاي المهمات اللي هي خاضطت فيها وأثبتت نفسها في كل المجالات تقريبا أكثر شيء ممكن بالثورة السورية اشتغلت النساء على مواضيع حقوق المرأة على مواضيع تمكين المرأة على مواضيع كانت مغيبة نوعا ما مثل دخلت في مجال الإعلام دخلت في مجال التمكين السياسي للنساء هذا الشكل كان جديد على النساء بعد الثورة نعم مثل خير سازة لينا مثل خيراتي هلا ما هو واقع ودور المرأة السورية اليوم داخل سوريا أو حتى في خارج سوريا الواقع والدور أول شي فيني أقول أنه الصورة النمطية للمرأة والدور النمطي للمرأة بعد الثورة السورية تغير كان قبل ممكن تشوف فيه نساء كثير هنين عم بيحاولوا قبل الثورة السورية في نساء هنين كانوا من اللخبة كان يناضحوا إما سياسيا أو لتحقيق حقوقهم كنساء لكن بعد الثورة السورية هذا الموضوع عمم على طعب الشمسي أيضا وصرنا نشوف النساء في وضع صرنا نشوفهم كانت فاعلات بالضيف لها لحقيقه أستاذي ولاء أن المرأة لم مو بس هي معتقل ولا بس هي زوجة معتقل المرأة في الثورة السورية هي أيضا معتقل صحيح كثير من النساء لا دادوا حتى الآن مخطفات أو مخطفات سوريا نحن لا كنت عن شيء ومنهم كانوا بقيادة سوريا بالبداية سواء كانوا عند النظام أو عند العقاب أخرى مثل هذا زيتوني للأسف الصوت ما واضح زملائي يعودوا الاتصال لأن مثل ما ذكرت الأستاذة النساء أيضا اعتقلنا وعذبنا وحتى لما خرجوا من الاعتقال المجتمع مرحمون سؤالي لك ماذا اختلف بالمرأة قبل ثورة وبعد ثورة صراحة هذا سؤال كتير أعرف رأيك فيه لأنه اختلفت التعليقات البعض يقول أن المرأة أصبحت أقوى أصبحنا أكثر حرية البعض يقول لا دمرنا وعتقلنا وعذبنا أول شي بيوجه تحية للأستاذة لينا وأنا ذكرت أم معتقل وأم شهيد وما ذكرت أنه هي معتقلة وأنه مختلفة قصرية اعتمد على التقرير الذي عادته الزميلة مروى الذي ذكرت فيه قدمت المرأة السورية خلال 9 سنوات فكان لوابي إضافة حتى ما يكون كمان أنا عم نمط دور المرأة وأكيد ما عم قلل من إضالاتها وأنه هي كانت بالشارع وكانت بالمسار السياسي وكانت بالمسار الحقوقي وبكل مكان أي ثورة بالحياة نحن كلنا كنا قبل وصرنا بعد كأشخاص وأفراد وحتى المرأة السورية ذكرت الأستاذة لينا أنه قبل الثورة كان فيه حراك بسيط نخبوي لبعض النساء اليوم معظم النسوة السوريات عندهم رأيهم قادرات أنه يعبروا عنه اليوم فيه عندهم فرصة لأنه يقولوا لا على الأقل يعني فيه نساء بعد الـ 2011 عرفت أنه من حق تقول لا لا عنف لا زواج لا لا اعتقال لا تغييب لا كم أفواه كل هدول صاروا بعد الثورة وليس قبلها قبلها كنا عم نناضل على نغير قانون وعم نناضل لمليون قضية اليوم صار عنا صاحة حقيقية فيه مين يدعمنا كمان بأنه نحن نقدر نوصل للي بدنا شو اللي تغير بعد الثورة أنه عرفوا الناس شو يعني حرية معظم الناس خلينا نقول عرفوا شو يعني حرية فيه ثمن كتير كبير عم تدفعوا المرأة فيه يعني إذا اعتقلت مو متلى متلى الرجل فيه فيه إضافات اجتماعية بتنضاف عليها إذا اختفت مو متلى متلى الرجل اليوم بالشغل اللي موجود فيه ورش حلب قائم اقتصاد حلب قائم على النساء اليوم والأمم المتحدة بتقولك 70% من المجتمع السوري اليوم نساء فكل اللي عم نشوفه فيه فيه اليوم شعب سوري موجود أنه فيه نساء سوريات ولا لو استسلموا يأسوا وفيه ناس قالوا أنه هلكنا وتعبنا أكيد كلنا عبرنا بهذا الشي بس نحن على الواقع مستمرات يعني الثورة إلى أي حد رفعت سقف الحرية عند المرأة هي ورجتنا الحقيقة ما يجب أن نكون مو بس رفعة السقف هي رفعة الغمة الموجودة على عيون الشعب السوري والغمة نفسها الموجودة على عيون المرأة بتضميد دورها بتضميد دورها حتى كأم حتى كلا فيه عنا اليوم نساء مثلا قررنا عدم الإنجاب ما حدا فيه يحكي معهم شي فيه عنا نساء اليوم بالصف الأول السياسي فيه عنا نساء اليوم عم يطالب الدول فيهم رزان زيتوني واحدة منهم لأنه فيه أدرانين يأثروا بالرأي العام على الأقل قبل نحن مين نعرف نجاح العطار بوسينة شعبان كلها قيادات قطرية ومزروعة زرع برتك هي لا احترامي لأنه نساء يعني بس أنه هنه دورهم كثير مبين ليش موجودين حتى وقت منشوف هيئة مفاوضات اليوم النساء الموجودات إلهم الرأي بالجانب الآخر لسه مستمر على أنه هو بده يحط المرأة كعدد كوتا موجود 30% عندي مرحبا أنا حدا ديمقراطي هذا الشي أنا كولاء ما كان فيني أحكيه قبل الثورة وشو بدك هم دعرفني يمكن كان عندي أربع ولاد هل وماشي الحياة تسكينا في الحلاوة بس هاي الثورة غيرت شعب ومستحيل مستحيل أنه نرجع مثل ما كنا وحتى الناس المؤيدة للنظام اليوم حتى النساء اللي هنت في مناطق النظام أو كانوا مؤيدات للنظام ما عاد يقدروا يكونوا غير عندهم سقف حرية عالي نحن فتحنا الباب لكل الشعب السوري مثل ما قالنا ببداية الثورة واليوم المرأة برجع وما بدي أقول شعارات والمقدمة وكذا بس يعني شايفين الواقع ومين اللي عم يقدر فعلا يغير ومين اللي عم يكون عم يشتغل حتى برات سوريا في عيال كتير بتركيا وعيال بلبنان بالأردن قائمة على اقتصاد المرأة بالفعل ولا اسمحي لي إرجال عند أستاذة حنين يعني اليوم المرأة السورية عاشت تحديات شو هي التحديات اللي عاشتها حتى وصلت إلى البعض من حقوقها كي لسما وصلت لكل حقوقها حتى تحقق مساواة بين وبين الرجل بالنسبة للتحديات طبعا كل اللي يتكم تعرفوا في كتير تحديات وخاصة على المرأة السورية الموجودة داخل سوريا التحديات بتكون أكبر بسبب الظروف الأصعب اللي عابت عيشها البلاد بشكل عام من أصعب التحديات اللي عاشتها النساء لحتى تكسر هذا الحاجز الخوف هو حاجز أو تحدي المجتمع المجتمع اللي هي عايش فيه في بعض المجتمعات بتحتم على المرأة أنها تكون ضمن بيتها بتحتم عليها أنها تشتغل تدرس فقط مثلا لنفترض لتكون معلمة لتكون ممرضة لتكون الأشياء اللي هي اعتادت أنه نمط المجتمع فيها ولكن اليوم وقت اللي قررت مثلا إحدى السيدات اللي نفترض أنها تدرس الإعلام أو تدرس علوم سياسي أو تدرس هندسة عمارة اللي هي أشياء يعني بتحبها يعني بتحبها يعني أنا وحدة من النساء اللي كنت يوم عن ما أحلم أني أدرس هندسة العمارة ولكن المجتمع ما سمح له بهذا الشيء لأن يعني يعني بيقولوا أنه هذا الفرع هو خاص بالرجل ولكن اليوم نحن بعد فترة طويلة يعني من المقاومة حصلنا نسبة للعالم أنه نحن قادرين ننجز وقادرين ننجح بالمجالات اللي نحن نخوض فيها وطبعا المرأة أثبتت نجاحها مو بس داخل سوريا في كل مكان عبتتواجد فيها عبتتثبت نجاحها وأكبر مثال يعني الأنسي وعد الخطيب اللي حصلت تعمل شيء تأثير كتير كبير بالفترة الأخيرة من أشياء الكتير يعني ما شاء الله من النساء السوريات وأن بين المجال السياسي أو حتى بالمجال الصحفي أو الميداني نعم صحيح صحيح نعم بالعودة إلى الأستاذة لينا مساء الخير عن جديد عودنا الاتصال بها كنا عم نحكي عن واقع المرأة اليوم داخل سوريا وخارج وكان عندك مداخل حضرتك تفضل أي شكرا إليك ما بعش إذا صار صوت أوضح هلأ هي كلها عم نسمعك لأنه أنا أساتني عم بسمع صد صوتي لا نحن سعمعين كتير منه تفضل ممتاز الواقع الحالي للمرأة السورية كنت عم بحكي أنه قبل الثورة كان فيه لكن كان الحراك اللي يقوموا فيه النساء عددهم قليل لكن بعد الثورة هذا انتد على كامل الشعب السوري وغير صورة نمطية للمرأة لكن هل حققت المرأة ما تصبو إليه أنا بأعتقادي لا لسه طريقنا كتير طويل يعني حتى مسئلة الكوتا اللي هي قد تكون هي خطوة أولى على تحقيق ما نصبو إليه حتى الكوتا بصفوف المعارضة نحن حتى الآن ما حققناها يعني مثلا بأتمر رياض 2 كان حضور النساء بعتقد شيء 17% مو أكتر يعني بالهيئة التفاوض ما قدرنا نوصل إلى 12% فيعني عملياً نحن حتى ما نصبو إليه حتى بين شو السبب استاذيلي هل برأيك هو تقصير من النساء أنفسهن يعني هنما حابين يشاركوا أو يخوضوا غمار السياسة برأيك لا في جانبين بيلعبوا دور الجانب الأول إنه نحن عمنا ناضر لسه لمجتمع للأسف ذكوري يعني حتى من هنم بيخندقنا بالمعارضة حتى الآن بيشوفوا بيحاولوا ينمطوا شكلنا كزينة إنه هنحن عمنا مثل ما نمط النظام المرأة على طول الخط كان عنده مثلا النظام كان عنده 12.5% من مجلس شعب نساء وهي كانت أعلى النسب بالعالم العربي ولكن حقيقة هنم زينة ما كان إليه حضور حقيقي أيضاً بالمعارضة هنم بيحاولوا ينمطوا شكلنا كزينة لكن النساء الفاعلات بالسياسة بالمعارضة بيرفضوا هذا الموضوع ويحاولوا ينظلوا لأنه كلهم وجود حقيقي جداً وهذا الموضوع ما نسهل هذا جانب الجانب الثاني هو أنه أغلب النساء بالثورة السورية اتجهوا إلى الموضوع المدني أكثر من الموضوع السياسي يعني منلاحظ أنه الوجود النسائي بمنظمات المجتمع المدني أكبر بكتير من الوجود النسائي بالسياسي هذا كمان له علاقة بخيارات النساء والجيل الشاب ببلدنا اللي هو نتيجة هذا الاستبداد الطويل اللي عشنا فيه نحنا فترات طويلة كتير كفر بالسياسي نعم فنحنا حتى الثورة السورية كان الاهتمام بالسياسي كتير كتير قليل وبعد الثورة السورية أغلب الناشطين اتجهوا حول المواضيع المدنية سواء إغاثة أو إسعاف قلي منهم اللي شفنا فعلا عندهم اهتمام حقيقي سواء بجيل الشباب أو بين النساء بأنهم يكونوا حاضرين ومتواجدين وحاضرات ومتواجدات سياسيا وما يكون الموضوع متروك للنخبة السياسية القديمة اللي كانت عم تشتغل بالسياسية قبل الثورة واللي هي كانت معارضة تاريخيا مثلا فهذا كمان عامل مهم فينا نشوف فيه أنه ما في حضور نسائي جيد فإن شاء الله متمنى أكيد عامل المجتمع الزكوري وعمل تجاه النساء أكثر سوف المجتمع المدني إن شاء الله أكيد متمنى يكون نساء سوريات لوندور ويأخدوا جميع حقوق ابقي معنا خلنا نشوف سواء هذه المادة حيث بدعوة من فريق المبادرة السورية لمواجهة العنف ضد المرأة شارك أكاديميون ومسؤولون في وزارة الخارج الأمريكية ونساء سوريات من جنسيات مختلفة في ندوة حوارية في واشنطن بمناسبة الذكرى التاسعة للثورة السورية تركزت حول الدور المميز الذي لعبته وما زالت تلعبه النساء السوريات في المجتمع على كافة المستويات انطلقنا من هذا العمل لحتى ننقل صوت المرأة السورية ونشوف شو هي بحاجة لكل الجهات الفاعلي نحن مبادرتنا هي من الله تطلعون في الجنس العفقاء مع النوع اجتماعي وهذا الشي ما بيخص فقط المرأة بس بيخص المجتمع بس نحن منركز كتير على احتياجات المرأة ودور المرأة ايضا كبرنامج هو لدعم المرأة ضمن المبادرة انا معجبة كثيرا بالنساء السوريات وكفحهن واعتقد انهن يجب ان يكون في المقدمة واليوم رأينا اربع نساء من خلفيات متنوعة المحامية ماجدة ما زالت هناك في سوريا وتنتقل بين هنا وهناك وما تطلبه هو السلام وهناك الشابات هنا الاكثر نشاطا وانخراطا بالشأن السياسي اعتقد ان دورنا في كلية واشنطن للحقوق في الجامعة الامريكية وكمركز لحقوق الانسان هو في الربط بين النساء السوريات والمجتمع الدولي نحن هنا لنكون حلفاء وداعمين النساء السوريات قويات وعلينا ان نساهم في اصال صوتهن من ناحيتي اشعر بقوة بان على النساء الاخريات حول العالم دعم المرأة السورية هي لإستخدام ان نسمع ان نسمع لن تتحدث المشاركة الفاعلة للنساء السوريات بالعملية السياسية لسه في شرط كبير لازم يتحقق قبل ما تتحقق ليس المساواة الجندرية واللي هي الكوتا بخمسين بالمية حتى المطلب اللي طلبته الحركة النسوية خلال الفترة الماضية واللي هو ثلاثين بالمية لم يتحقق حتى اللحظة ولكن فعلا يوجد عدد كبير من النساء السوريات يللي يلعبوا دور كتير كبير بالدفع بمشاركة فاعلة وبمشاركة أوسع للنساء السوريات بالعملية السياسية بما فيها العملية الدستورية ليس فقط بالمشاركة المباشرة ولكن أيضا من خلال المشاركة بالتأثير على الأجندة بالتأثير على المحتوى بالتأثير على ضمان حقوق النساء وحقوق الإنسان ولا خلينا نحكي عن الأوضاع الاقتصادية للنساء السوريات بعد الثورة تحديدا ذكرتي حضرتك قبل قليل بأن يمكن معامل حلب وأشغال حلب اعتمدت على النساء هل لعدم وجود الرجال أم لأن المرأة تثبت نفسها في سوق العمل؟ هل سؤال مهم أول شي سهل لبقاء في لبنان كل الكوسة اللي فيه وكل الشغلات الطيبة اللي بتتورد للبنان ولسوريا هنا نسوة سوريات اللي عم يقوموا بالحصاد قبل الثورة وحاليا بسوريا دائما فيه مقولة بتقول كانت حتى قبل الثورة أنه كيف مثلا بيقبضوا خمسة آلاف ليرة وبتعيش العيلة بتعيش لأنه فيه امرأة بالبيت مدبرة عم تشارك بالاقتصاد وقت بتدير من ولد لولد وقت علبة النيدو بتصير مكمورة وقت اللي عم تقدر أنه هي تشيل هاي الأسرة بعد الثورة انهيار اقتصادي على كل البلد ما فيه مزحة صح فيه غياب للرجل عادة الشي خلى المرأة بمواجهة فجأة مع سوء العمل قبل مولا أنه هي المرأة بدت تستت لأنه أميرة وبرانسيسة وما بدت تشتغل لا لأنه فيه مجتمع فارض عليها ما تشتغل اليوم هذا المجتمع أو كان يمكن يكفي عمل عنصر واحد من عناصر الأسرة لا يكفي عنصر واحد يعني أنه ماشي كانت الظروف أفضل وعم يدبروا حالهم هلأ اليوم فيه غياب للرجل أكيد وهذا شي مؤلم ومحزن بالنهاية اللي راحوا هنه أهلنا هنه شبابنا يعني ما فينا أبدا ما نكون عم نحكي هذا الحكي بحزن أنا بتمنى أنت المرأة تكون بمقدمة سوق العمل من دون ما يروح شباب هاي على جنب فغياب الرجل أحد الأسباب بس اليوم المرأة حست بأنه هي مباحة إلا أنها تشتغل يعني فيها تطلع تشتغل من دون ما حدا أصلا يظل عم يحسسها أنه هذا الشي عيب أو ما بصير اليوم بحلب ليش عم يشتغلوا لأنه في حياة بدأ تمشي في إلا استقلاليتها اللي منعول عليه من ورهي الاستقلالية هو حرية اتخاذ قرارة بعده يعني مجتمع فيه أكتر من نصف نساء أكيد ما راح يكون جائر مثل قبل أكيد راح يكون ألون صوت الحرية الاقتصادية بتولد حرية ترقية بالأردن المعيشة غالية على الجميع اليوم المرأة السورية بالأردن حتى بالكبة بالطبخ عم تقدر تعمل اقتصاد اليوم بسركيا فيها عم يشتغلوا بالمعامل عم يشتغلوا بالبيوت عم يشتغلوا صحفيات إعلامية دكاترا المرأة اليوم صارت ثقلة بالبيت المادي تماما مثل الرجل هاي المساواة خدناها ضل نجيبهم للرجال ونخلي مساواة بيننا وبينهم بشغل البيت والأمور بتصير تمام هاي بعيدا عن الشيء التقليدي دائما بنحكي وهذا الشي بيرجع كمان لموضوع أنه صار في ثورة صار في بداخل المرأة حافز جديد لأنه هي تطلع في نسوة عم تشتغل بشكل قهري مية بالمية بس أنه معظمهن من النراهن لقدام أنه هن صار فيهم كمان ياخدوا قرار أسهل باستقلالهم المدى دخليني بس أخذ تعقيب سريع من الأستاذ اللينا عن الحكي اللي حكينا قد الحرية الاقتصادية أعطيت حرية رأي وحرية اختيار للمرأة خاصة للمرأة العاملة في تركيا وأوروبا شكرا كثير على السؤال أعتقد أنه بدون قوننت هاي الحرية لحرية هي موجودة فعلا فهذا الموضوع ينحط بالقوانين يصير ضمن القوانين في مساواة كاملة للمرأة وهذا ما يجب أن تعمل عليه اللجنة التورية في المستقبل من أجل تحصيل حقوق النساء لأنه طالما موضوع غير يعني هاي الحرية لم تقونا لم تصبح في القانون هذه المساواة لم تصبح في القانون فهي ممكن يتم تراجع عنها خليني يقول أو ممكن يكون استلابة مرة أخرى على رغم أنه ما نسهل استلابة مرة أخرى بحديثي مع النساء بالداخل السوري فكثير بيحكوا عن تغير دورهم النمطي أن نزلوا على الشغل فأنا سؤالي دائماً إلون أنه طيب إذا بكرة خلصت الأمور واستقرت ورجعنا استقرينا وخلصنا من الاستبداد اللي قائم هلنا ورجعوا رجالي يشتغلوا بترجعي على البيت تقول لي لا أنا أنا نزلت اشتغلت ما عد فيني أرجع على البيت يعني ما عد فيني أرجع للحياة القديمة اللي أنا كنت عيشتها بدي أكمل أني أنا أنا أشتغل فأعتقد أنه الخطوة الأولى قطعاً في الحرية هي الحرية الاقتصادية لكن هي خطوة غير كافية وتطلب أنه تصبح في القوانين أن يكون هناك في القوانين مثلاً في قضايا مثل الإرض على سبيل المسان اللي قد تخلق إشكالات كبيرة وخصوصاً حالياً مثل الجنسية للطفل مثل الولاية على الطفل كثير قضايا يجب أن تصبح في القوانين ويجب أن يتغير القوانين لحتى تصير هذه الحرية الاقتصادية هي حرية حقيقية موجودة وتحقق مساواة حقيقية موجودة في القوانين نعم سمحي لي أرجع لعند أستاذة حنين يعني النظام قام بإلغاء مادة التي تخص أو تختص بجرع أشرف من القانون العقوبات السوري ما حققت هذا الإلغاء؟ بصراحة يعني موضوع أنه حقيقة أو مو حقيقة هذا الشيء بخص النظام بما أنه قانون صدر عند نظام السوري فهني أدرى بهذا الموضوع ولكن نحن كأشخاص موجودين في سوريا ولكن في المناطق المحررة أنا كمرأة معجبة بهذا القانون رغم أنه الشخص الذي قام بإصدار هذا القانون هو شخص مجرم لأنه في المناطق المحررة هو يقوم بقتل النساء من خلال القصف من خلال التهجير والنزوح وقتل أزواجهم وقتل أولادهم وبمكان آخر يدعي أنه مع المرأة وبدو يساعدها من خلال هذا القانون فلذلك أنا لا أعترف في هذا القانون الذي أصدره نظام بشار الأسد ممكن نحن لو بضمن دولة عادلة ودولة تعتمد على الحريات وأصدر هذا القانون يمكن أنه فعلا هذا القانون يجيب نتيجة ويساعد النساء أو يحد من جرائم الشرف تجاه النساء ولكن طالما المرأة السورية تقتل بمنطقة وبمنطقة أخرى يحاول أنه يبيض صورته أمامها فما منعترفه بصراحة بهذا القانون أمام ولا خلينا بالختام نحكي عن الإجراءات والخطوات الضرورية لتحسين وضع المرأة السورية وهذا كمان بدي أن نقوله للأستاذة لينا أول شيء ذكرنا بكل الفقر اليوم هو بيؤدي لتحسين وضع المرأة بس بالأول مثل ما ذكرت الأستاذة لينا ومثل ما حنيك كمان أشارت القانون جندرة الدستور دستور حساس للجندر هذا أول شيء نحن نشتغل عليه وفي نساء صح نسبتهم قليلة بس عم يكونوا واعيات لأي قانون ممكن أنه يسلو بجزء من حرية تمز مستقبل ابتداءا من جنس رئيس الدولة وانتهاءا بالقوانين القانون الأحوال الشخصية اللي هو بيتحكم بحياة المرأة بشكل مهول اليوم الخطوة اللي اتخذ النظام لتلميع صورته ترك ثغرة بالقانون حسب ما فهمت أو حسب ما أريت أنا معاني حقوقية لحتى القاضي يقدر أنه يخفف الحكم عن الجانب جريمة الشرف اللي هنا بيدعونه جريمة الشرف موجودة بس بالمستقبل ما رح نقبل يعني ما رح يكون فيه شيء اسمه جريمة الشرف وعن طريق القانون أول شيء الأمور القانونية ثاني شيء يكون في منظمات مدنية فاعلة وحقيقية عم تشتغل مع النساء وليس منظرة على النساء تعرف كل مجتمع شو متطلباته شو أدران أنه يتقدم له ولأدام الحقوق تمارس له يطالب بها أنا كامرأة شايفة أنه ما فيه شيء بميز الرجل عني قادرة على أن يقوم بمهامه وانتهى وعم ربي بنت على هذا الأساس ورح تكون الأجيال القادمة مية بالمية رح يكون عنها بس منرجع ومنأكد أنه بالبداية هو القانون وأنه ما لازم نهمل أي ثغرة فينا نحن كنيسة سوريات ندخل فيها بهذا الأساس إن كنا بالمسار الأول أو بالمسار الثاني لحتى نقدر نضمن دستور براعي وجودنا بهذا المجتمع بعد ما غيبنا فترة حكم البعث كاملة نعم أستاذ لينا إذا حبت ضيف الشيح حول القطوات والإجراءات التي يجب اتخاذها لتحسين وضع المرأة السورية كثير بوافق مع ولاء بللي حكيته أكيد بس أيضا المرأة السورية هي جزء من المجتمع السوري وبالتالي الخطوة الأولى إنه خلاص من الاستبداد لحتى نقدر نحصل حقنا كلياتنا كشعب سوري وحريةنا كلياتنا كشعب سوري واللي هي حرية المرأة جزء مننا أكيد ولكن نحن عما نشتغل على الخلاص من الاستبداد يجب أن يكون باعتبارنا العمل على حقوق النساء لأنه الموضوعين ما بنفسهم ما في واحد بيجي قبل الثاني يجب أن يكونوا اتنين مع بعض يعني تالي أنا بوافق ولا أكتير باللي قالته إنه القانون أولا تانيا ممكن يكون في يعني زيادة فرص التدريب والعمل للنساء حتى يكونوا خارج الصورة النصية اللي هن عاشوا كل السنين الطويلة من القمع قبل الثورة السورية فيها يعني والتوجيه يعني تأمين إلهم فرص أكتر للتدريب والعمل والتمكين انخراطهم أكتر في العمل المجتمعي سواء المدني أو السياسي لأنه كمان هي نقطة كتير كتير مهمة وحضورهم بكل الأماكن اللي لازم يحضروا فيها يعني حتى تحقيق المسبة اللي هي 30% حد أدنى وصولها إلى الخمسين في المستقبل أكيد متمنى كل اللساء يعملنا ما يحبنا وأكيد كل شيء إن شاء الله يا رب كل حقوقهم ياخدوها بليتشكركم كنتوا معنا الصحفية ولا عواد في الأستاذ شكرا لك ولا وأيضا بليتشكر العضو المؤسسة المؤسسة في الحركة النسوية السورية لنا وفائي والصحفية حنين السيد شكرا لكنا جميعا مشاهدينا فاطل ورجعين